مرحبا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمر في هذه القطرة لتحدث عن الأفضل المختلفة تحتوي على المستقبل في القطرة الأقل نتحدث عن المستقبل الآن سننتقل مع المستقبل والمستقبل هذه الثلاثة تحتوي على المستقبل ميوكارديو 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 ميوكاركو آ bomb ميوكارديو ميوكارات إنو تيميليو موضوع النارسيطة، كاتيكولاميز، هورمون، ودراجات فاكتور مع نغيطة الانوتروبية، موضوع النارسيطة، هايبوكسي، هيبركابيني، وإنسان براجعة من النارسيطة، ومعنى الدراجات. بلقاء السمباتيكية وكاتيكولاميز، سنقوم بمكاديزة هورمونية مثل غلوكاغون وثيروكسي، دراجات مع نتروبية كما مثل ديجوكسي، ومعنى فاكتور مع نغيطة الانوتروبية، دراجات يمتعون كاليسيوم، بلقاء كاليسيوم، بلقاء كاليسيوم، بلقاء كاليسيوم، بلقاء كاتيكولاميز بلقاء السمباتيكية وكاتيكولاميز، سنقوم بمكاديزة بيتا 1 سوف يأتي الأنProtein vanicHE. hii acidity. فإن الفاء والسائق ذانيا المنوعية كاليسيوم، اليوم، بلقاء إserارات الجراكم», بلقاء كاليسيوم، وهو يتقوم بالقاء وستبدأ معي Int neben L. يعمل على البروتين كينيسي وفرق كاليسيوم والكاليسيوم سيأتي في الداخل لذلك هذا سيأتي إلى تقليل كاليسيوم ويأتي إلى تقليل كاليسيوم مكانيزم ديجوكسين ديجوكسين يعمل على ناك بمب يطلع عنا ثلاثة صوديوم ويدخل عنا ثنيا بوتاسيوم راح يجي ديجوكسين يسوي له انهبشن الصوديوم راح يبقى بالداخل الصوديوم راح يبقى بالداخل من يبقى الصوديوم بالداخل عدنا غير بمب there is another bump called N-A كاليسيوم بمب صوديوم كاليسيوم بمب هذا البمب وظيفته انه يدخل ثري سوديوم فور وان كاليسيوم يدخل ثري سوديوم فور وان كاليسيوم من صار انهبشن لل N-A كي بمب الاول صوديوم بوتاسيوم بمب وما خلنا ان الصوديوم يطلع برا صار عدي انكريز بالصوديوم حس هذا الانكريز بالصوديوم will inhibit the N-A كي بمب the N-A كاليسيوم بمب ليش؟ لان الصوديوم بعد صار هواي بالداخل وما راح يقدر يدخل من الخارج according to gradient لانه صار الصوديوم هواي بالداخل راح يوقف في ال N-A كي بمب هذا راح يحافظ لي على الكاليسيوم inside the cell and this will lead to increase كاليسيوم inside the cell meaning increase the force of factors increase contractility shifts the frankesternling curve up and to the left تحرف لي الكهر إلى الأعلى وإلى اليسار شنو معناته؟ شنو هذا الكيرف شون راح يصير لي shift this is the stroke volume against the anti-stilic pressure or anti-stilic volume يعني ال preload وال stroke volume وقلنا هذا الفرق كل ما زاد ال anti-stilic volume or pressure راح يزيد لي stroke volume إذا زادت هنا عندنا هنا stroke volume بهاي النقطة إذا زادت contractility فأكيد راح يزيد stroke volume وإذا قلت contractility راح يقل stroke volume راح أخذ نقطة بهذا المكان وأخذ شي يصير ب stroke volume من تقل contractility من تقل contractility راح يقل stroke volume راح يصير في منطقة أسفل بيانياً راح يصير تحتها بيانياً راح يصير نقطة أعلى stroke volume أعلى فيصير النقطة أعلى بيانياً أخذ في منطقة أخرى نقطة ثانية لو زادت contractility راح يصير stroke volume أعلى أيضاً ولو قلت contractility راح النقطة تنزل راح يصير أسفل أوصل بياناتهم بين النقاط اللي استنتجتها فلو زادت contractility the curve will shift up and to the left while decrease contractility shift the curve down and to the right which right my right not the right of the curve my right shift down and to the right decrease contractility while increase contractility shift upward and to the left after load is the load that the heart must eject blood against against load اللي القلب لازم يضخ الدم عكسه أو يتغلب عليه or the forces that oppose ejection of blood out of the chamber القوة التي تعارض ضخ الدم خارج الشامبر increase after load لذلك أتوقع هي القوة التي تعارض فكلما زادت القوة المعارضة للإيجكشن قل stroke volume مثل من increasing after load مثلا arterial or pulmonary hypertension hypertension هي زيادة الضغط أكثر من الطبيعي إن سميها hypertension مثلا عندنا arterial pressure إحنا حتى ينفتح ventricle channel الأورتة الأورتة بها 80 فالventricle سوى تقلص صار الأورتة أكثر من 80 نفتح الأورتة وبدأ الضخ هنا بالhypertension يجوز نجي نجي نلقى داستولك بالأورتة 110 أزيد من الطبيعي 110 فالventricle هنا لازم يسوي لي more work to increase the blood pressure to to be more than 110 110 يعني لازم أزيد الضغط داخل الventricle وسوى تقلص بعد أقوى حتى أقدر أوصل للبرشر بالأورتة وينفتح الفالف فهنا كلمة سكان hypertension كلمة أنا لازم أسوي more force for ejection of blood لذلك يعتبر الhypertension من القوى المعيقة للإيجكشن of blood Another example is the aortic or pulmonary stenosis لما يكون عندنا تضيق بالاورتك valve or pulmonary valve راح يأثر لي على الإيجكشن وراح يعتبر force that oppose ejection increase after load shift the frank sterling curve down and to the right ونرجع لل frank sterling curve left ventricular endystelic pressure or volume against stroke volume preload against stroke volume وقلنا كل ما يزداد ال preload كل ما زاد the stroke volume ناخذ نقطتين النقطة الأول احنا اذا زاد the after load راح راح the stroke volume يقل فنرسم النقطة تحت أسفل أما إذا قل ال after load راح النقطة تصعد راح يكون the stroke volume أكثر ناخذ نقطة ثانية أيضاً إذا قل ال after load راح يزيد the stroke volume راح يقل راح ننزل نوصل الخطوط بياناته أيضاً مشابه للرسم السابق ولكن عكسه فهنانا increase after load lead to shift down and to the right while decrease after load shifts upward and to the left شنوه اللي يسوينا decrease after load مثلاً ننطل المريض drugs اسمها el vasodilator راح يسويلي vasodilatation راح يقل breath pressure فراح يقل عندي el after load measurement of cardiac output fake method one of these methods of measurement of cardiac output is the fake method auto conception is equal to cardiac output multiplied by arterial minus venus o2 واحدة من طرق القياس الكاردياك output حين نطلق خواهي مختلفة عن طريق الايكو عن طريق الثرمو تليوشين عن الدي واحدة من ادي هنا الفيك مثل el auto conception يسوي el cardiac output مضروبه بالarterial minus venus o2 ولذلك el cardiac output راح تسويلي el auto conception على el arterial auto venus o2 el auto conception راح تاخذونه بقيسونه بالمختبر عن طريق الجهاز السبايرومتر ناخذ مثال cardiac output cardiac output 50 mil per minute ما تمثلي فد معيار خاص للمقارنة يعني ممكن ان تكون كتلة جسم الانسان كلش كبيرة فالمفروض cardiac output مالتي تكون كبيرة اكبر من الطبيعي اللي هو خمسة ليتر بينما الشخص الصغير ممكن ان تكون الكارديك اوتبوت مالتي اقل فلذلك ريد مقياس كارديك اكبر من الطبيعي الي هو ال اكثر تمثيلة للجسم الشخص الذي جسمه كبير راح مفرقه عن الجسم صغير بالمعدل الطبيعي شون نحسب surface area اكو different formulas ما مطلوب نحفظها نرجع لها تكون عندنا بشارت او بورقة محتفظين بها نرجع لها عند الحاجة لحساب surface area شكرا للمشاهدة